وكان برضو الحقيقة يعني من الاخبار اللي جات لنا حتى حد كان اتصل بينا في القرمة عن موضوع اطلاق نار عند احدى الكنيس فجماعنا هبتدي بالموضوع ده لانه الحقيقة الامر كله عبارة عن اطلاق نيران اللي امام كنيسة سانت تريزا بأسيوت ووقوع اصابات الكلام ده انه الاخبار دي تم تدولها بانه فيه عند الكنيسة اطلاق نار والناس طبعا جالها يعني كلها تدولت هذا الخبر ده بشارع التحرير بمدينة أسيوت وبعد كده تم التحري عن الحقائق فيما يتم تدوله والموضوع هو اطلاق نار بعيد عن الكنيسة ناتج عن خنائة خنائة بين اتنين في الشارع اللي وقع فيه الكنيسة لما حارس الامن بتاع الكنيسة شاف الموضوع ده الخنائة دي فتدخل فده اللي خلق جاه اسم الكنيسة في الموضوع ولما جي الحارس عشان يتدخل ويشوف الخنائة زي ما بيحصل هاي خنائة فيها حتة بتلاقي الناس بتتلام وحارس الكنيسة بقى جيه وبتاع يعني كنوع من انواع ويحاولوا يفضوا العركة زي ما بيتقال كده ففوج بقى حارس الكنيسة مع سلاح راح حد من اللي هما بيتخنقوا واحد من اللي بيتخنقوا راح سرق سلاح فرد الشرطة ده بتاع الحراسة وراح قاعد يطلق عدة اعيرة واصفر عن اصابة مما اصفر عن اصابة شخصين من المرة بالشارع كان فيه تصرحات للقاب لوكاس كاهن كنيسة سان تريزا ان الكنيسة ما هيش طرف خالص في اللي حصل وان الحكاية كلها زي ما انا حكيتها لكم كده اتنين بيتخنقوا جيه الحارس اتصار اتخذت سلاح اتخذ سلاحه فضل واحد منهم من في الخناقة يضرب النار وبعدين لازا بالفرار ولكن قوات الشرطة نجحت في القاء القبض عليه خلال الوقت قصير وجاري التحقيق معه واضاف الاب لوكاس كاهن كنيسة سان تريزا في اسيود بانه اللي هي بشارع التحرير في مدينة اسيود بان الشرطة اخدت النسخة من كاميرات الكنيسة والكاميرات اهي قدام حضراتكم للأسف في الفاظ صعب عشان كده ما عرضناهش بالصوت ولكن زي ما انتم شايفين اهو المشاهد الوقع والمشاجرة وازاي سرقة السلاح انا ما خدتش بالي قوي من كيفية شرقة السلاح فبالتالي بتمنى انه اي حد كان منزعج واتصالات جات لنا للكرمة وزميلي في السكرتاريا قالولي يا جماعة هي دي حيات الامر فيش حاجة تاني لو حد عنده حاجة تانية غير اللي احنا شايفينه ده وغير الواقع دي يقول لنا يتصل بينا وممكن يقول لنا ايه الاخبار دلوقتي ولكن زي ما انتم شايفين يعني الامن جاء تمت السيطرة الموضوع كله ان السلاح بتاع الكحارس بتاع الكنيسة اتسرق اثناء المشاجرة او واحد من اللي بيتخان وخده وضرب به النار وبالتالي يبقى احنا كده ايه مفيش اي علاقة خارس للكنيسة في الموضوع والشرطة الحمد لله قدرت تقبض على الشخص ده وكده الموضوع يكون اه خلص وبنشكر برضو اه طبعا الاستاذ نادر شكري بسرعة قال لنا الحقائق وفي نفس الوقت برضو تم ناقل هذه اللقطات من كاميرا مرقبة اللي موجودة عند الكنيسة شرع التحرير مدينة اسيوت